هذا وغادر سمو شيخ خالد بن محمد بن زايد آل هيانا ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي أمس العاصمة تيرانا بعد زيارة عمل لجمهورية ألبانيا الصديقة كان في وداع سموه لدى مغادرة مطار الأم تيريزا تيرانا دولي معالي بيليندا بولوكو نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا الصديقة